لمناقشة تأثير نتائج الانتخابات التركية الأخيرة على العلاقات التركية مع حكومة بغداد ينضم إلينا في الستوديو الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي سيادة العقيد مرحبا بكم حياك الله سيادة العقيد هناك من يرى أن الانتخابات التركية الأخيرة كانت الأصعب منذ عشرين سنة الماضية كيف ترونها ولماذا يوصفها البعض بأنها كانت الأصعب؟ ما السبب في ذلك؟ نعم بداية تحية لك والمشاهدين قناة الرافدين لا شك بأن هذه الانتخابات كانت انتخابات مفصلية حقيقة ومصيرية بالنسبة لتركيا لأنها ستحدد الوجهة المستقبلية لتركيا في ملفات ساخنة داخليا وخارجيا يضاف إلى ذلك بأن تركيا في هذه الانتخابات تعرضت إلى استقطاب شديد جدا وإلى ضغوطات خارجية كبيرة جدا بحيث المعارضة استطعت خلال هذه الفترة أن توظف الكثير من الملفات لصالحها في سبيل الفوز في هذه الانتخابات ومن ضمنها مثلا ملف اللاجئين ملف تداعيات الزلزال نعم من ضمنها أيضا القضايا التي مرت في تركيا خلال الفترة الماضية ارتفاع الأسعار التضخم جميع هذه الملفات حاولت المعارضة أن توظفها في هذه الانتخابات يضاف إلى ذلك بأن هناك كان دعم خارجي كبير جدا للمعارضة خلال هذه الانتخابات وبالتالي الشعب التركي قال كلمته في هذه الانتخابات وأدل بصوته لصالح حزب العدالة والتنمية وللصالح الرئيس أردوغان بمعنى لصالح النظام الرئاسي الجديد نعم وكذلك الأريحية البرلمانية التي حققها حزب العدالة والتنمية وأيضا مناصره في هذه الانتخابات أعطت الدعم الكبير لاتخاذ قرارات مصيرية لتركيا خلال الفترة القادمة سيادة العقيد تأثير إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان وأيضا حصول حزب العدالة والتنمية على الأغلبية البرلمانية هل له تأثير على علاقات تركيا خاصة مع العراق في الفترة القادمة لا شك بأنه لها تأثير كبير جدا هناك الكثير من الملفات العالقة ما بين العراق وما بين تركيا هناك ملف الأمن وهذا مهم جدا بالنسبة لتركيا خاصة في ملف أمن الحدود وفي ملف حزب العمال الكردستاني الذي يتواجد على الأراضي العراقية هذا الملف هو مقلق ويعتبر تهديد للأمن القومي التركي خصوصا وإن هذا التنظيم أو مقاتلي الحزب بدأوا بعد عام 2014 بالتمدد إلى مناطق نفوذ جديدة هذه المناطق هي تحت سيطرة الحكومة المركزية ولكن لم تتخذ الحكومة العراقية خلال الفترة الماضية أي إجراءات حقيقية للجم هذا التنظيم وإخراجهم من هذه المناطق وبالتالي تركيا معنية بأن تقوم بعمليات عسكرية ضد هذا التنظيم وهي خيارة الحكومة العراقية من خيارات متعددة إما أن تقوم الحكومة العراقية بلجم هذا التنظيم ونزع سلاحه وعدم تهديد الأراضي التركية أو القيام بعمليات مشتركة مع الجيش العراقي لغرض مواجهة هذا التنظيم أو أن تقوم تركيا بعمليات منفردة لغرض المواجهة وبالتالي وضعت الحكومة العراقية حقيقة أمام اختبار خلال الفترة المقبلة بأنه يجب أن تكون هناك إجراءات حقيقية مع هذا التنظيم الذي بدأ ينسج علاقات سياسية مع الحكومة ومع ميليشيات الحجد الشابي طيب سيادة العقيد تراها غريبة تدعم الميليشيات تنظيم البككة وهو مصنف إرهابيا وعلى اللواحي الإرهابية تراها غريبة عجيبة من قبل الميليشيات لا لا شك لو جئنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وضعت هذا التنظيم عام 1997 على قوائم الإرهاب طيب ولكنها تتعامل معه الآن في سوريا وتقدم له الأسلحة والدعم العسكري وما إلى ذلك من أمور أخرى لوجستية وغيرها وتمنع أي عملية عسكرية تركية ضد قوات قصد الديمقراطية يعني هناك عملية استخدام وتوظيف لهذا الحزب سواء كان في العراق أو سواء كان في تركيا أو سواء كان في سوريا وبالتالي أصبح هو عبارة عن أداة تستخدم من قبل الكثير يعني إيران تضطهد مقاتلي حزب مقاتلي الحزب العمار الكردستاني في إيران ولكنها تستخدمه وتتعامل معه في العراق وتقيم معه علاقات للضغط على تركيا في ملفات كثيرة يعني عندما يتكلم السفير الإيراني في عام 2021 إيرج مسجدي ويقول بأنه لن نسمح لأي دولة بالتدخل في العراق مهما كانت حتى ولو كانت تركيا أو أي دولة أخرى يعني هذا تدخل سافر في الشأن العراقي يعني هذا يجب أن يصدر من الحكومة العراقية ورد عليه السفير التركي قائلا بأنه السفير الإيراني هو آخر شخص يتكلم ويعطي الدروس لتركيا فيما يخص احترام الشأن العراقي تخشى إيران من التقارب التركي العراقي أكيد يعني ليس إيران فقط وإنما حتى الكثير من القوى الداخلية تخشى من هذا التقارب يعني لأنه ترى بأن هذا تنافس حقيقي في العراق بالنسبة لتركيا تركيا يعني تدخلت في البلدان المجاورة خلال الفترة الماضية تدخل ناعم من خلال الاقتصاد ومن خلال ملفات كثيرة وبالتالي السلع التركية الآن لها أسواق في العراق يعني على عكس السلع الإيرانية التي تعتبر رديئة جدا وبالتالي هناك ملفات شائكة ومترابطة ما بين العراق وتركيا ملف المياه العراق بحاجة إلى المياه وتركيا تسيطر على المياه بشكل كبير جدا بلد ما يقارب أكثر من 22 سد و19 تقريبا محطة كهرومائية على السدود وبالتالي الإطلاقات المائية من تركيا إلى العراق قليلة جدا والعراق بحاجة إلى أن تكون هناك يعني أقل ماكوا اتفاقات ما بين البلدين لضمان الحصة المائية للعراق إذن تركيا والعراق لديهم الكثير من الملفات ملف الاقتصاد هو ملف شائك ملف الاستثمار وما إلى ذلك من أمور جميع هذه الملفات تجعل العراق بحاجة إلى تركيا وتركيا بحاجة إلى العراق يعني مشروع التنمية الكبير الآن الذي يطرح فيه طريق بري يصل إلى مسافة 1300 كيلومتر هناك سكة حديد أيضا هناك أنبوب للغاز هناك أنبوب للنفس سيبتد باتجاه تركيا وصولا إلى أوروبا وبالتالي هذه مصالح يعني مصالح استراتيجية بالنسبة للعراق وبالنسبة لتركيا يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار في مسألة العلاقات سيئة العقيد على ذكر المصالح الولايات المتحدة تقف كفاعل طبعا لا يمكن إغفالها في هندسة السياسة الخارجية للعراق بشكل مباشر أو غير مباشر كيف تصفون أو ترون الدور الأمريكي في العلاقات التركية مع بغداد؟ نعم بالنسبة للموقف الأمريكي المشكلة بأنه تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لديهم الكثير من الملفات الشائكة يعني مثلا عندما يصف بريجينيسكي العلاقة مع تركيا بأنها علاقة مضطربة فعلا هي علاقة مضطربة يعني في عام 2016 تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وشاركت في الإنقلاب الذي جرى فيه تركيا والذي فشل في عام 2016 يضاف إلى ذلك بأن تركيا استوردت منظومة صواريخ S400 وهذه منظومة خلافية بالنسبة لحفل ناتو مع تركيا لحد هذه اللحظة وهي التي أخرجت تركيا من مشروع تصنيع الطائرات الـ 35 إذن هناك ملفات شائكة ما بين تركيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أنا أعتقد بأن هذه الملفات لن تنعكس بشكل كبير جدا لأن العراق بحاجة إلى تركيا في كثير من الملفات منها الملف الاقتصادي والملف الاستثماري منها ملف المياه والنقطة الأخرى أيضا هو بأنه ملف الأمن بأن تركيا الآن لديها توغل عسكري في داخل العراق ولديها ضربات جوية في شمال العراق وبالتالي لن تسمح تركيا للعراق بتهديد أرضها من منطلقة من العراق لأن المادة 51 الذي يقول وزير الخارجية التركي بأن هذه المادة تبيح لتركيا أن تدافع عن نفسها خارج أراضيها من قبل عدو يستهدف أمنها الداخل طيب سيئة العقيد على ذكر شمالي العراق يعني كيف ترون موقف الحزبين الكرديين في تقارب العلاقات بين تركيا والحكومة في بغداد نعم هذا الملف أنا أعتقد بأنه تركيا علاقتها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني علاقة جيدة جدا ولكن الإشكال مع جماعة جلال الطلباني أعتقد بأنه العلاقة ما بين بغداد في الفترة الماضية كانت تثير الحفيظة علاقتهم مع كردستان العراق كانت تثير حفيظة حكومة المركز ولكن أنا أعتقد الآن بأن هناك توافق ما بين الحكومة في بغداد وما بين الحكومة التركية على أن تكون العلاقات جيدة مع تركيا خلال الفترة القادمة ومن ضمنها أيضا حكومة إقليم كردستان لأنه الآن أصبح تهديد حزب العمال الكردستاني هو تهديد للأمن القوم الداخلي في العراق يعني مثلا عندك اتفاق سنجار لم ينفذ لأنه مقاتلي الحزب رفضوا الخروج من مدينة سنجار وبالتالي هناك الآن أيضا إشكالية حقيقية وقتال في بعض المناطق ما بين البيش مرقى التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني وما بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني يعني هناك الآن نستطيع أن نقول صراع على النفوذ على المصالح في الداخل ما بين الأكراد أنفسهم يضاف إلى ذلك بأن هناك صراع آخر مع تركيا فلذلك الآن هناك مصالح متوافقة ما بين حكومة الإقليم ما بين حكومة تركيا وما بين حكومة بغداد إذا صدقت النوايا خلال الفترة المقبلة في سبيل مواجهة حزب العمال الكردستاني وضبط السككي بين العراق وتركيا ماذا سيضاف في طبيعة العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين سيئة العقيد لا شك بأن هذا المشروع هو مشروع ضخم جدا إذا ما تم إنجازه خلال الفترة المقبلة يعني الكلفة التشغيلية للفترة الأولى من تنفيذ هذا المشروع ما يقابل 17 مليار دولار ولكن مردوداتها الاقتصادية على العراق ستكون كبيرة جدا هذا الطريق طبعا هذا الطريق هو ليس باتجاه تركيا فقط وإنما باتجاه إيران باتجاه السعودية باتجاه سوريا وباتجاه الأردن يعني يمكن أن ينفذ إلى أربع أو خمس منافذ أخرى هذا الطريق ولكن الطريق الرئيسي باتجاه أوروبا الذي سيختصر التكلفة والوقت والكثير من التفاصيل بأنه نافذة تركيا ستكون إلى أوروبا وبالتالي هو مهم جدا بالنسبة لعراق مهم جدا لتركيا خلال الفترة المقبلة الباحث في واحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي شكرا جزيلا لكم سيد الكريم وحياكم الله